فتحت البوابات على بركة الله مشاهدين الكرام لانطلاقة الشوط السادس على كؤوس وهدية خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله للخيال السعوديين المتمرنين على مسافة الالفين متر سيارة إضافة إلى مبلغ ستون ألف ريال يتنافس في هذا الشوط خيالتنا المتمرنين السعوديين لإثبات وجودهم في الميدان السعودي والصدارة والتقدم لوفقه في المركز الأول أم جبار يتقدم في هذه الانطلاقة المركز الأول لجبار وفخران في المركز الثاني وزهاب في المركز الثالث وأشقر أحمد في المركز الرابع والتنافس ما بين الخيال السعوديين المتمرنين على كؤوس وهدية خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في دعمه المتواصل لابنائه الخيال السعوديين والصدارة لجبار ومحاولات من زهاف وأيضا فخران من الداخل وأيضا ولد برقا وأشقر أحمد وندار رضوان يتقدم في هذه اللحظات فيما جبار في الصدارة بطول ونصف الطول ويأتي فخرا للمرتبة الثانية وزهاب للمرتبة الثالثة ولد برقا يحاول الوصول لمركز متقدم مع محاولات المرشح في هذا الشوت أشقر أحمد للتقدم في هذه اللحظات مع بداية الخط المستقيم باتجاه خط النهاية جبار وفخران ومحاولات الدخول الآن للتقدم الآن من قبل عي تارون للتقدم والصرات تنافس القوي في هذا الشوت مشاهدين الكرام الأضخم يتقدم للمركز الأول الأضخم في الصدارة الأضخم الأضخم ابن البريت يحسم كوس وهدية خادم الحرمين الشريفين بوسط الخيال السعودي للمرة الثانية